هذا قد لقي النبو وإطلاق صرح مان ووانجو وعودتها ترحيبا كبيرا في الصين وقال رئيس تحرير جلوبال تايمز هوشي جين أن السنوات الثلاثة التي اعتقلت خلالها مان هي أيضا السنوات التي انهارت خلالها العلاقة الدولية معربا عن أمله أن لا يتم القبض على أي مدير أعمال خلال سفر دولي مجددا وعربا مستخدم الانترنت الصينيون عن ترحيبهم بعودة سيدة العملة الصينية إلى الصين